اشتركوا في القناة اخواني الكرام اليوم بدي اتكلم في موضوع بصراحة انا ما بشجع على هذا الموضوع وانا بحكي انه هذا الموضوع او هذا التعديل هو تعديل فاشل بنسبة 80 الى 90% طبعا على بعض المحركات وعلى حسب نوع الحمل يعني ممكن ينجح على بعض الاحمال ولكن على اغلب الاحمال وعلى اكثر الاحمال يفشل هذا التعديل وبصراحة انا ما كنت متوقع في حياتي او في عمري اني اراح اصور هذا الفيديو لكن من كثرة الاسئلة كثير اسئلة بيجيني عن هذا الموضوع يعني على منصات التواصل الاجتماعي فقلت خليني اصور فيديو واشرح هذا الموضوع مع اني بصراحة ما بشجع عليه نهائيا الا في بعض الحالات النادرة الاضطرارية لكن ما في داعي حتى للاضطرار بصراحة وهو موضوع تحويل او تعديل محرك الثلاث فاز الى واحد فاز اه طبعا اكيد انتوا لاحظتوا انه انا صورت قبل هالمرة فيديو عن تحويل محرك الواحد فاز الى الثلاث فاز من واحد فاز الى الثلاث فاز انا بشجع عليه وممكن التحويل لانه المحرك بيقوى وبشطر افضل من السابق اما التعديل العكسي اللي هو من ثلاث فاز الى واحد فاز انا بصراحة ما بشجع عليه وما بحب اشتغله نهائيا يعني الا في حالات الاضطرار زي ما حكيت طيب التحويل هو نفس تحويل اللي انا شرحته في فيديو السابقات اللي هو من واحد فاز الى ثلاث فاز لكن بطريقة عكسية احنا حكينا في الواحد فاز اللي بدنا نحاوله لثلاث فاز نجمع ملفات التشغيل عددهم لملفات التشغيل بالكامل وبنقسمهم على حسب ترتيب الخطوة وعدد ملفات الثلاث فاز الآن على فاز من الفازات وبنعمل باقي الفازات نفس الشيء الآن عندنا محرك ثلاث فاز بنجمع عدد فاز من الفازات بالكامل وبنقسمهم ومرتبهم على عدد ملفات وسريات ومجموعات ملفات التشغيل في الواحد فاز يعني مثلا أنا عندي مثلا هذا مثال أنا ضربته من عندي محرك ثلاث فاز ستة ثلاثين مجرى عدده أربعين لفه أربعين 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 خطوطه من واحد إلى ثمانية واحد إلى عشرة واحد إلى اتناش عدده أربعين 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 سلكو السبعة ديزيم وتوصيله الخارجي ستار وطبعا الداخلي توالي خلونا نحط هنا توالي توصيله الخارجي ستار والداخلي توالي وعدده أربعين لفه طبعا هذا عدد مجموعة من مجموعات الفاز طبعا هذا المحرك بكون فيه زي ما أنتم عارفين لخطوة ثمانية عشر اتناش فيه مجموعتين في الفاز مجموعتين في كل فاز هو محرك تأثيري أربع أقطاب فيه مجموعتين في كل فاز فإحنا بنجمع عدد المجموعتين بالكامل كامل سريات المجموعتين يعني هنا عنا أربعين وأربعين ثمانين وأربعين مئة وعشرين لفه للمجموعة طبعا عندي مجموعتين بيصير عندي مئتين وأربعين لفه في الفاز بالكامل إذن أنا عندي عدد الفاز بالكامل مئتين وأربعين لفه الآن منيجي للتحويل أو التعديل إلى الواحد فاز الآن المحرك عندي أنا ستة وثلاثين مجرى ستة وثلاثين مجرى طبعا أنا بستطيع بأكثر من خطوة أني أطبق الأربع أقطاب على ملفات التشغيل في عدد المجاري هذا اللي هو مثلا ممكن أني أعمل خطوة طبعا أنا بدي أربع مجموعات على أساس تعملي أربع أقطاب في ملفات التشغيل الآن ممكن أنا أعمل خطوة من 1 إلى 5 ومن 1 إلى 7 ومن 1 إلى 9 هذا مثال وممكن أني أعمل ملفات التشغيل من 1 إلى 1 إلى 6 1 إلى 8 1 إلى 10 على ما أعتقد بدي أحسبها أنا ناسي بصراحة وهذه المجموعة والمجموعة الأخرى بتكون من 1 إلى 8 1 إلى 10 إذن مجموعة من 3 ملفات ومجموعة من ملفين خلونا نضرب إحنا المثال على الأول يعني أنا بصراحة مش متأكد ناسي الخطوة الآن بس أعتقد إنها صحيحة من 1 إلى 6 1 إلى 8 1 إلى 10 أو بنعمل العشرة مشتركة يعني إذا بدنا نعمل هنا ثلاث سريات في المجموعة بنعمل العشرة مشتركة أو بنعمل ثلاث سريات مجموعة وسريتين مجموعة طيب خليكم معنا خلوني ألا أتأكد أحسب الخطوة وأتأكد منها على أساس نعطيكم معلومات كاملة صحيحة بإذن الله خليكم معنا طيب أنا حسبت الخطوة طلعت تمام 6-18 والمجموعة والمجموعة الثانية 1 إلى 6 1 إلى 8 يعني مجموعة من ثلاث ملفات ومجموعة من ملفين 6-18 ومجموعة من 1 إلى 6 إلى 1 إلى 8 إما بنعملها خطوة التشغيل بهذا الشكل أو بنعملها من 1 إلى 5 1 إلى 7 1 إلى 9 طيب خلونا نأخذ مثال على الأول مثلا عملنا من 1 إلى 5 1 إلى 7 1 إلى 9 هاي ملفات التشغيل احنا حكينا عنا 240 لفة احنا عنا أربع مجموعات أربع مجموعات بنقسم هذا العدد على أربع مجموعات على أساس نطلع عدد المجموعة الوحدة عدد كل مجموعة من ملفات التشغيل طبعا طبعا زي ما حكيت الـ 240 تقسيم أربع مجموعات يساوي 24 تقسيم أربع مجموعات يساوي 6 60 لفة للمجموعة الوحدة يعني كل مجموعة عددها 60 لفة كل مجموعة عددها 60 لفة 24 تقسيم أربعة 240 تقسيم أربعة يساوي 60 60 لفة للمجموعة لكل مجموعة اذا احنا عنا المجموعة اللي هي خمسة سبعة تسعة عددها بالكامل 60 لفة الان هاي 60 لفة مقسمة على عدد سريات المجموعة على عدد سريات المجموعة 60 تقسيم ثلاث 60 تقسيم ثلاث تساوي 6 تقسيم ثلاث ساوي 20 لفة لسرية اذا احنا عنا 20 لفة لسرية لكن هون في ملاحظة الان عندي انا عدد المجموعة بالكامل 60 لفة طبعا في عنا ملفات تقويم وراح يكون في ملف مشترك رح يكون في معنا على الاقل ملف مشترك فاحنا بنرتب العدد اللي هو عدد المجموعة 60 لفة على اساس نعمل مجال في المجرى للمشترك مع التقويم يعني بنعمل مثلا احنا عدد المجموعة 60 لفة 60 لفة بنوزحهم على ثلاث على اساس المجموعة او السرية الغيرة تكون مشتركة مع التقويم يعني بنخلي عددها اقل من خطوة الواحد سبعة والواحد تسعة يعني مثلا بنعمل خلونا نحكي لو حكينا نعملها 15 لفة او او 10 لفات ممكن يعني نعملها 10 لفات بيبقى عندنا هنا 50 اذا نعمل هنا 25 25 اذا عدد المهم نقسم 60 لفة على عدد السريات ونعمل مجال في المجرى للمجرى المشترك مع التقويم احنا حكينا مثلا 60 لفة عندنا بالكامل الواحد 5 بنعملها مثلا او زي ما حكيت انا 10 لفات قديش بيبقى معاي من الستين بيبقى معاي 25 بعمل انا اللي مش مشترك عدد متساوي 25 25 اذا الصغيري الخطوة الصغيرة بنعملها 10 لفات والواحد سبعة والواحد تسعة بنعملها 25 25 عندي 25 و 25 50 و 10 60 اذا عدد المجموعة بالكامل موجود زي ماهو هذا عدد التشغيل الان نجي للتقويم ولا تنسوا زي ووصيكم دايما وبوصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاكثار من الاستغفار والاكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته